بسم الله الرحمن الرحيم المعجزة يعني الواحد يرفع له القبعة من النجاحات والحاجات اللي هو وصل ليها بفضل ربنا سبحانه وتعالى والنجاح دوت في خلفه أم جميلة ومتشرفان النهاردة مادام هدى كمان احنا لها دور كبير موجود مع عاصم اللي هو قدر يوصل للنجاح ده كله فبنرحب النهاردة بعاصم معنا في البرنامج مع الأمين وستاذة هدى أهلا وسهلا مناورنا النهاردة في برنامج مع الأمين في قناة الصحة والجمال وكنت حابب كده اللي انت تلقى الضوء كده وتكالبينه عن النجاح اللي وصل ليه عاصم واللي هو اللي قدر بفضل الله سبحانه وتعالى اللي قدر يوصل للنجاح ده وتكرم من فخامة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي يعني بدأت معاه المشكلة من اكتشاف انه عنده توحد خدنا المسألة على مراحل مرحلة ثلاث مراحل في وقت واحد يعني علاج دوائي علاج سلوكي تنمية مهارات موسيقى سباحة كنت يعني اشتغلنا على حاجات كتير في وقت واحد وبعد كده لما اكتشفت انه هو عنده يعني موهبة الغنى وعنده موهبة انه هو يعني يطيع اوامر المدربين وطبع حالك عارف ان التوحد او عقد التوحد انه مودي فكون ان احنا يعني ندربه على ان هو يطيع الاوامر دي كانت اصعب حاجة وجهتنا يعني بس فضل الله الحمد لله ويعني اكتزل المرحلة دي بالصبر طبعا وبتكرار المحاولات والحمد لله يعني ابتدى ان هو ينتظم وزي ما حضرتك شايف وفي الدراسة طب بالنسبة لي يعني حضرتك في الدراسة حارك طبعا ازاي كنت بتقداري في التدريس بتواصب معاه في الدراسة والرياضة وهو كمان موهوب يعني اكتر من حد شاهد لي اللي صوته الله اكبر يعني جميل جدا وحد كده بيخش القلب اه يعني ازاي بقى كنا بنواصب بالحاجات دي كلها في التعاصب اولا الدراسة يعني الدراسة هو منتظم كأي طالب عادي في المدرسة اه انا بروح مع المدرسة يعني انا بشتغل واخدى جزء من الوقت في شغلي وجزء من الوقت مش بروح طبعا مع المدرسة كل يوم بس لازم بكون متواجدة معاه في الكلاس بتاعه تمام هو في سنة ستة وفي مدرسة تجريبي اه طبعا مش لوحدي ان انا يعني خليته كده طبعا بمعاونة المدرسة ومعاونة المدرسين ان هما كانوا بيسمحوا لي ان انا ابقى مرافق لي تمام طبعا هل في معاملة خاصة بتقفل مدرسة بناموضة بالنسبة للعاصب لا هما بس مجرد عارفين ان هو يعني حالة خاصة وطبعا القوانين الحمد لله يعني كانت في صالحنا جدا الحمد لله وهوجه رسالة بس بعد شوية تمام لوزير التعليم تمام لان كان فيه مشكلة بتواجهني الحمد لله هو حلها لي انا يعني مرافقة لي وفي البيت طبعا انا اللي بذكر له لان هو لي طريقة معينة مش زي الطفل العادي اللي هو نورمان يعني بذكر له بطريقة معينة يعني لو قداله هوريو يعرف يجاوب عليها اهلو سا هوريو براو هوريو 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 رد بالانجلس هوريو يا عاصب اهلو سا فاين فاين ساكي ايام فاين ساكي اهلو سا اشكرك يا عام وقدمتك الرائع الجميلة براو براو جميل جدا عاصم يعني بسم الله ما شاء الله يعني يعني جميل والله يعني حاجة ربنا يوفقه يا رب ويكرمه وبالنسبة بقى في السباحة يعني اللي انا عارف اللي هو عاصم ليه دور بقى في السباحة وفي الرياضة كنت حابب برضو استاذ هو ده تكلمنا برضو هو عاصم عضو في اتحاد الشباب ورياضة يعني وفي نادي الزمالك وبيمارس السباحة وبيدخل بطولات بس احنا لسه في السنتين الاولانين بس الكباتن بتوعه يعني بصراحة بيشكره فيه جدا وبيقوله ان هو يعني عنده مهارة عالية في النهوية تعالى الامره بيعني كويس يعني بيعوم كويس وبيدخل وعايزين برضو حركة كلمان وصل للمركز الاول في مهرجوان الموسيقى العربية عايزين العرب برضو وصل ازاي هو وصل عن طريق ان هو من سنتين كان عضو في كرال مواهب تنمية مواهب لزاوي الاحتاجات والفصل ده فتح يعني ابتدينا مع بعض فتح الفصل ده طبعا بعد توجيهات الرئيس السيسي بان كل وزارة معنية بانها ترعى ذوي الاحتياجات فوزارة الثقافة عندها دار الأوبرا بسم الله مرحب الله هو اخد اكتر من شهادة تكريم وهي تتعرض دي وقت المشاهدين على الشهادة معلش انا معلش ثوان يا عاصر ماما تكمل من خلال المركز تنمية المواهب كان فيه مهرجان للموسيقى العربية احنا بنشارك فيه بحفلة فالمهرجان السنة دي استحدث بس ان المسابقة مش للنورمل بس بتبقى للنورمل وزاوي الاحتياجات فتقدمنا وهو فاز بالمركز الأول للأطفال وفيه مركز أول برضو بس للشباب بس هو فاز بالمركز أول للأطفال كان لجنة التحكيم الملحن الكبير حلمي بكر وناديا مصطفى ومدير الكونسرفاتوار دي كانت لجنة التحكيم والحمد لله عجبهم صوته يعني بسم الله م شاء الله كان غنى فيها النهر الخالد دخل بالنهر الخالد يعني عاصم يعرف يحكي لنا عن نفسه لو قلتلك عاصم كلمنا عن نفسك تعرف تكلمنا الرسول الله الرحمن الرحيم وبيناستعين اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملائل على اليوم الدين أنت اسمك إيه؟ عاصم محمد عبداللطيف عندي 12 سنة وباخد في مدرسة تجريبي وفي الأوقات الأوقات في التجربية للغاية وعندي كوني بطل سباحة وكنت بغني مع أصحابي وكل ده مش عارف إيه حكايت وإيه طبعاً هتغنيلنا بعد ما تخلص بقى كام متاعك مع إيه؟ يعني تغنيلنا أغنية كده أنت تكون حبيبها يا عاصم طبعاً وتسمع المشاهدين طبعاً أنت عايز تطلع إيه يا عاصم لما تجبر؟ عايز تطلع عايز تطلع إيه؟ مبرمج مبرمج إيه؟ كمبيوتر بتحب الأفلام؟ أي؟ هتخش كمبيوتر ساينس ولا؟ ساينس طبعاً أكيد في البداية أحب أرحب حضراتكم والناس المهم جداً أرجو الاستراك في القناة نتدعمونا وتكون مستفادة إن شاء الله يكون مستفادة إن شاء الله إنت تشتغل معانا بقى في القناة هنا عاصم؟ طبعاً طبعاً نشتركوا في القناة إن شاء الله في يعني تيجي مغاني؟ في تيجي مغاني؟ ثانية واحدة ثانية واحدة أرجو الاشتراك في الـ أرجو الاشتراك سنتعرف على محتوى القناة تعليمية انت يسوي برا عاصم بقى وستكون قناة هدفة تعليمية ثقافية طرفيهية لكل الأفراد الأسرة أرجو الاشتراك في القناة برابو 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 أنت أهلاولة زماركوة عاصم؟ آه زماركوة آه زماركوة إن شاء الله طب نسمعنا حاجة كده بقى؟ طب يا الحنغاني بك نستعينه حاضر موض نفس بك نستعين من الوسعص والظنون وما خطر يا من يا من أحاط بكل شيء علمه واجه القدر حفظا من الخناس من يغري بشرف مستطر واحفظ عبادك من أبالسة الضلال المتشر واحفظ عبادك من أبالسة الضلال المتشر وفق عبادك للهدى والنور 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 يا رب القدر برافو 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 عاصم أحسن يا عاصم أحسنت يا عاصم أحسنت يا عاصم وأعيدين برضو نتكلم برضو يتكرم من سيدة الرئيس عفتاح السيسي كنا حابين برضو إيه أنت كانت أكريمك برضو تتكلم أنت عرف تتكلم عاصم؟ أخلي ماما تتكلم عاصم يتكلم ثانية واحدة فنقول هل معلش أنا أقول هلك كده أنت بنيت في حفل قدرون باختياف مع مين؟ مع دكتور مالفط ومين كمان؟ وين عام؟ ومين كمان؟ ومهندسة إيه؟ أمل مبادة والجسميته أمل مبادة اللي هي رئيس التحدي الشباب برياضة لزوى القدرات يعني طبعا دي تاني سنة والرئيس السيسي طبعا شرفنا بالحضور ومن خلال تشريفه دي اللي كانت تكرم فيها عاصم طبعا بالنسبة هو تكريم أنه هو خد الولاد حضنهم وطلع تصور معهم وسقف لهم وشجعهم ده أكبر تكريم أكبر تكريم طبعا يعني يحتضن الأطفال سانية واحدة سانية واحدة يعني زو القدرات وموجود معهم دي عندنا أكبر تكريم طبعا لأطفالنا الجمال طبعا طبعا أنت عاصم بالنسبة لك بقى غنيت إيه بقى في الحفلة لما كنت موجود مع سيادة الرئيس عب فتاح السيسي طبعا طبعا قادرين نعملها وغنية ابن مصر ابن مصر غنيها يا عاصم هو بيشارك ابن مصر طيب غنيها قادرين نعملها ولا ابن مصر أه قادرين نعملها طيب أوقات هنشوف أوقات الدنيا بتوجعني أوقات الدنيا بتوجعني وساعت بتعاند ويايا لبخاف وخاف الزياني دايما متطمن طول ما انت معايا حالفين لنقاوم أيامنا مع ناس دايما نحسين بيشارك لحياة ولا دنيا تهزمنا والضربة اللي ما تقتش تقوينا طبعا طبعا قادرين نعملها طبعا نقدر عالدنيا بحالها والسكة اللي تبقى صعبة فقويلها ما بعدنا وانت كده نكملها طبعا 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 طيب كن حابين برضو مادام هودا بالنسبة للحاجة بنت كنت حابة توصليها برضو للمسؤولين احنا ممكن ايه يعني نوصل صوتك للمسؤولين انت شوفي ايه اللي حابة تتكلمين معنا في البردامج مع الامين طبعا هو ما المسؤولين يعني بقدر الامكان في السنين الاخيرة اهتموا فعلا بزو القدرات يعني انا معتبرها طفرة يعني بالنسبة للوقت اللي فات واحب بالمناسبة قبل ما اقول انا مطالب المسؤولين ايه احب اوجه شكر لوزير التعليم دكتور طارق شاوي كان عندنا مشكلة كبيرة جدا كاولياء امور انه في المدارس طبعا مش كل المدارس بيبقى فيها دمج اللي هو ان الفصل بيبقى فيه يعني اطفال زاوي قدرات يعني هو اتحلنا فرصة ان كل المدارس مش مدارس معينة القانون يعني الجديد بيقول ان كل المدارس اي ان كانت المدارس خاصة او او تجريبي او حكومي فيها نسبة اللي هو الاطفال بنظام الدمج دي حاجة الحاجة التانية الجميلة انه كنا احنا بنعاني من موضوع المرافق بالنسبة لحالات التوحد او الصارع او الشلل الدماغي موضوع المرافق ده كان ازمة بالنسبة لنا ان احنا كامهات او كاولياء امور مفروض ان احنا بنوفر مرافق تربوي للطفل فطبعا ده كان شيء مكلف جدا يعني المرافق ده اللي هو الاسمه shadow teacher كان مكلف جدا جدا وكان يعني صعب ان يعني موضوع صعب فاصدر قرار انه ممكن احد الوالدين او الام تبقى مرافق بديل المرافق التربوي ده فطبعا ده كان يعني قرار هايل يعني بصراحة ريح امهات كتير وانا اولهم الحقيقة الحاجة بقى التانية اللي انا بطالب بيها المسئولين وخصوصا ده كاترة نفسية وعصبية انه يوفروا لنا يعني التشخيص بالنسبة لمرضى التواحد بالتحديد لانه هما بيحكموا اي مكان يروحوه سواء مدارس او ممارسة رياضة لازم بيعملوا حاجة اسمها اختبار زكاء فبالنسبة لللي عنده توحد اختبار الزكاء بيضيعوا ليه او اللي هو الاختبار الكارز اللي احنا يعني متعارف عليه بيضيعوا ليه لانه بياخد نسبة عالية النسبة دي ما بتأهلوش انه يدخل بنظام الدمج فبالنسبة فده ما يعني دي حاجة بس احنا عايزين تشخيص التواحد وانه يبقى توحد بالادراك مش باختبار الزكاء واحنا بالنسبة لنا هنوصل صوتك لمسؤولين بإذن الله وهيكون برضو فيه اهتمام بإذن الله ان شاء الله في الامور اللي انت حركت كلمت معنا فيها ونورتونا النهاردة حضرتك وعاصم سعداء والله يلقائكم النهاردة موجود معنا مع الامين احنا اسعد اكيد ربنا ربي بارك فيك وبارك في عاصم ونورتنا عاصم شكرا لقول مشاهديننا استنونا في مفاجأة موجودة معاكم برضو هتبقى يعني في شاب كده عنده موهبة هيبقى موجود معايا ان شاء الله باشكرك اهلا وسهلا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا موهبة استاذ احمد ابو سريع بالنسبة لأحمد هو عنده موهبة وإحنا زي ما احنا متعودين مع بعض قلنا عايزين في البرنامج بتاعنا اللي احنا بقدر امكان اي حد عنده موهبة بنجيبها معانا وبنلقى عليها الضوء صوته بيوصل برضو لشعبنا ولبلدنا معانا النهاردة احمد انا حابب احمد بالنسبة ليك تكلمنا كده عن الموهبة بتاعتك وعن شغلك الاصلي انا مبدأ انا كنت كبدايا مثلا انا عندي تمام حاجتين في حياتي بحبهم اللي هو الدراسة والشغل وبردو الموهبة اللي عندي تمام انا بهتم الدراسة وبهتم بالشغل جدا تمام وبالزبط يعني الحمد لله رب اعطاني موهبة من عنده اللي هو موهبة الغنى بقدر برضو اسعاد نفسي ايه انا مميها مع حالي كده برضو اللي هو ايه اوصل برضو صوتي للناس تمام احكيتنا برضو احمد عن يعني شغلك وموهبتك يعني احكيتنا عن الشغل ايه والموهبة الشغل والله انا كنت يا حبيب الشغل اصلا الصانع لنا فادات انا اشغالها في كوافير رجالي تمام انا حلاق مبدأ يعني كنت انا في صغري اصلا كنت فيها تمام اتعلمتها تمام اتعلمتها ونامتها والحمدالله رب الحمدالله بقيت حدي طيب جدا في المهنة وبقيت كويس الحمدالله وكا يعني كموهبة بقى عندي الحمدالله رب انا كنت كذا شخص برضو قال لي انت سوتك حلو ويعني الناس بدأت تسمعني والحمدالله ايه بقتها تعرف بقيتها تعرف بدأت نزل حفلات اوفروح وجعل دا فالحمدالله رب الحمدالله برضو واحدة وواحدة الناس كلها عارفتني ان انا بغني كله يعني الحمدالله اعرف بالثبت برضو يعني انا ما كانش عندي ايه ان انا مثلا طريقة ان انا اكافع مثلا وشوف ان انا ايه اه موسيقا ومسلا حد يساعدك عالموسيقا بس بأمر الله هدفي الخطوة الجاية ان شاء الله وده ده فيه ان انا ان شاء الله الخطوة جاي اشتغل على اللي انا وقلتوا لك ده تمام فانا بأمر الله برضو كنت بشتغل المحالي وكده الحمد لله عايزين نسمعك يا احمد بقى شوف حبيب تقدم لنا النهاردة في برنامج مع الامين اقدم لك برضو برنامج ماشي حاجة مثلا زي ناصر دون تبور سباح تلاف وقش التجور تمام تمام سباحا سباحا للاي في اللوش التويو ترسلوا الانوار عطر بالزهو سباحا بس للاي في اللوش التويو ترسلوا الانوار عطر بزهو أنا دا من فيدي من وهو أيضا سنعوما أنا دا من فيدي من وهو أيضا سنعوما أحسنت أحسنت يا أحمد بسم الله ما شاء الله يعني حاجة جميلة وصوت ناقي وصافي وربنا يا رب يوفقك يوفقك يا رب كده ويتوصل للمرحلة اللي أنت عايزة بإذن الله ومكان اللي أنت عايزة بإن شاء الله إيه اللي أنت حاب برضو تقول زحمت بالنسبة في برنامج مع الأمين أنا حابب أن أنا لأيه النهاردة الشرف أن أنا قادم حضرتك يا أزو محمود لأن أنت بصراحة حد مثالي جدا لشباب كتير زي اللي هو أنت حضرتك برنامجك معروف جدا والناس كتير بتستنى وأنا واحد من الناس فأنا بصراحة أنا ليه الفضل الحمد لله رب من ربنا أن أنا قاعد مع حضرتك دلوقتي وفي البرنامج يعني وبشكر الناس اللي قفت جنبي كلهم الحمد لله رب واللي ساعدوني برضو على أننا الحمد لله بقيت كده أمينهم يا أحمد أولا عني أو والله وفيه برضو كم حد كده يعني الفضل ده أول طبعا أبويا وامي تمام دول يعني أغلى حاجة عندي في الدنيا دي وبعد كده والله الفضل يرجع لصاحبي المحل اللي أنا شغال معاه فيه محمد حسني تمام وواحد برضو اسمه إسلام إسلام سلطانة فالحمد لله رب الناس دي اللي هو في الجنبي والله وهم اللي يساعدوني المرحلة اللي أنا في هذا الوقت تمام وإحنا برضو حابين يا أحمد أنت تختم الحلقة النهاردة بحاجة من طرب بتاعك الجميل بقى طيب ماشي حاجة مثلا ممكن يعني موال مثلا يا أمي ولا حاجة رومانسي اللي أنت عايزه تمام تمام بس أذنك برضو نختم برضو مع السادة المشاهدين ويعني أنا بشكركم جدا أنتوا تابعتونا النهاردة في برنامج مع الأمين وهسيبكم بقى يعني تسمعوا بقى الصوت الجميل الناقص صافي أحمد أبو سريع أنا عندي العينيك كلام ما حدش غري في الدنيا يقولوا فيوق من الأيام لك أو لناس تانية ولو كل الكلام تقال أنا كفور بالتي موال بخلق منه معنى جديد معنى فرق كل الخيال وهمشي لك بلاد الله وأحكي الكل خلق الله عن سيرة هواشي عن سير بلا مولا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة